عندي معلومة جميلة لكل الاهلوية وسبولي عقلكم وعنيكم وودانكم في جبهتين ده سليم او طبعا سليم من حقك تتحيز كصحفي اوكي تفضل لكن الناس هتبقى عارفة من حقك تروح هنا روح من حقك تروح هنا روح لكن مش حقك تهين الاخر ومش من حقك تتجاوز في حق الاخر ولا حنقبل التجاوز في حقكبت محمود الخطيب ولا حنقبل التجاوز للمهندس محمود طه ايه اللي عايز اقوله اسمعوا القصة الجميلة دي وانا قلتلكم انا قاعد النهاردة فتح قلب ليكو يا جمهور الاهلي مش هكذب عليكو اسمعوا القصة الجميلة دي وحتعرفوا اللي بنشتغل اعلام محترم واعلام يليك باسم النادي الاهلي لان دورنا نجيب المعلومات في مجموعة كانت مع كابتل محمود الخطيب بتعلم من اول يوم وشغلة هجوم في صلط التحرير اللي هي واحدة عمالها تضرب في الراجل قلنا مش مشكلة حنعرد دوت عشان البعض يهدئ هدي يومين ورجعوا من تاني عارفين في اليومين اللي حصل فيهم احد مرشحي المهندس محمود طه مش هقول الاسم في احد الفنادق اللي عن نيل 16 صحفي من المنتمين واللي بيقتلوا للكابتل محمود الخطيب رحوا قاعدوا اقول اسم القاعة اللي قاعدوا فيها قاعد زتونة في احد الفنادق الشهيرة رحوا قاعدوا ليه رحوا في جزء عمل مباعة للمهندس محمود طهر مقدميش غير اللي انا اقول الحقيقة واللي هيتكلم بالاسماء انا بكلمكم بمنتال امام فمن هنا والفيديوات موجودة بالمناسبة من اللي كان تشوفهم بيهينوا محمود طاهر كانوا موجودين في القاعة اللي بقول له حضراتكو عليها من اسبوع او من 8 ايام رحين تعملوا ايه طب احنا لنا خط واحد لو انتو بتتهمونا بحاجة عمرنا ما تغيرنا طب رحتوا عملتوا ايه رح تسمع مش هقول ايه اللي حصل في القاعة لكن ببين لحياتكو المعاين بعدها بيومين ييجي احد المرشحين مع المهندس محمود طاهر في احد الفنادق ايضا بعدها بيومين بتلاقي احد الصحفيين احد ايه 12 او 14 صحفي اللي اعلقوا اعلنوا اللي مفيش حيادية واعلنوا اللي هم في الجبهة هنا رحوا قاعدوا قاعدة تانية ومش هقول الاسم المرشح برضو اللي مع المهندس محمود ليه ليه اللعبة على كل الاوتار فمحدش يستفيد من وراء الاهل ده وجهة نظر وده كان لانا حاولت اقنع حضراتكو بي وحاولت اقول لكم الاهلي لولاده النهاردة موجود ولاده وما فيش حد صاحب حاجة ولا انا صاحب البرنامج ولا صاحب القناة النهاردة موجود بكرة مش موجود بعدها بقى موجود لان الاهلي بتاعنا فاللي اشتغل فيها اللي يبقى لونه لوننا ودمه دمنا وبطولاته بطولاتنا وتفكير وتفكيرنا وعقليته عقليتنا ده اللي اشتغل فيها مش هقول اكتر من كده هطلع فاصل سريع الفيديوهات اللي جاية مهمة اكتر من ده لكل الاهلوية مش عايزكم تروحوا في اي مكان عايزكم تتفرجوا بعد الفاصل امور غريبة وعجيبة ومش هتحصل غير هنا قناة النادي الاهلي محايدة وجهنا دعوات للجميع قناة النادي الاهلي ما حصلش منها حاجة لتمسة اي رمز من النادي الاهلي لكن هي دخلت في دمن لحلة استرشادية والمهلبية والديون ومسكو والاهلي مش حادقة محطوطة ضمن الترتيب اتزلمنا اتزلم لكن هنستمر نقول الحق نروح نشوف او نروح نطلع فاصل سريع وانتظروا اللي جاي لان في حاجات كل الاهلاء وعايز يسمعها نطلع فاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة